نقلت وسائل اعلام امريكية عن مسؤولين اسرائيليين قولهم ان شبكة انفاق حماس اكثر تطورا مما كانوا يعتقدون وان مقاتلي حماس متحصنون تحت الارض بالرغم من كل ما جلبته الحرب الاخيرة من دمار وكتبت صحيفة واشنطن بوست ان اسرائيل تعاني من عدة مشاكل اخرى تتعلق بمستويات قوة الجيش فبعد السابع من اكتوبر استدعت اسرائيل ما يقدر بنحو 300 الف جندي احتياطي ما ادى الى استنفادي المواهب الشابة في الاقتصاد الاسرائيلي بشدة